بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كأن الحبيب صلى عليه ينظر من وراء حجب الغيب التي خرقها الله لنبيه فأصبح ينظر إلى مآلات مسيرة الأمة في طريقها إلى ربها وأنها كلما اقتربت الساعة إلا ازدادت انحرافات الناس وكان عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب يحدثنا عن المصائب التي تحدث في الأمة لا إله إلا الله وخلاصة ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في آخر الزمان قيمته عند الله عظيمة الذي محافظ على الدين في آخر الزمان كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر فلقد بدأ الدين غريباً من المبوحة وسيأود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء من الغرباء يا رسول الله الذين يصلحون ما أفسد الناس يعملون يدعون إلى الله يجتهدون ويتحرقون حتى تعود هذه الأمة إلى رب العزة يديروا السبب كل واحد باش واحد بكلمة واحد بخدمة واحد بإشارة واحد حمس محال الله كل واحد لا يدير شي حاجة لها الدين باش يقول له الناس هذي هم اللي قام زيانين عن سيد الرب يسمعنا الزواج لكن هؤلاء الذين يمشون بالخير في الأمة لأن الفساد يكون قد عم وارتفع المفسدون تصبح قيمة هؤلاء المرفوعة تقيمتهم عند الله تصبح أذل الناس في الدنيا عند الخلق ما نمكش للصالح كان تكون عنده شي قيمة عند المجرم يعني احتقلك المسلحة نجي واحد لقيتها على أمتي الصالح فيهم إلا أبغي يقضي صالحته خس يمشي عند الفاسد يتدخل مشي عند السكايري لأن أنت ما عندك خس كتمشي تتلقى معه في الكنتينة وتخلص عليه ويسكي باش نعمل يخدم اليدك الصالحة هذا المؤمنة يعني أحواجه همت والا ولذلك يسمح ذالين أذل من شاته عند الناس شي عند الله عند الناس ولذلك فإنا المسلمين والصالحين منهم حينما أهينوا في أرضهم فهم في أرض غيرهم أشدوا إهانة فنحن لا نلوم أعداء الله تعالى إذا أهانوا المسلم الصالح في بلادهم ما عندهم الحق لأنه في بلادهم يغانون إلى المرأة المحجبة هنا يقول أقلعي الحجاب ولا ما تخدميش ولا السيد المتدين هنا يقول أقلعي الحجاب كل ما تخدمش إذن لماذا لا نلوم أولئك هذوك بعد على كل هذك هي خدمتهم وصدر في القرآن ويقول لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوك مع الدينك ويستطاعوا ولم ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملاتهم إذن نحن لا نلوم أولئك لأننا في بلادنا مع المسلمين نجد أن المسلم الملتزم مضيق عليه محاصر لا من رحم ربك فلا نلوم الأغيار إذا كانوا يرون في الأخيار أشرار قال تعالى سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلون المجرم يشوف في المون يقول هالإرهابي هابوا الأحيان هابوا جواب إذن نحن لا نلوم الآخر ولكن في بعض الأحيان تنطقنا أحوال المسلمين وتدفعنا للتعليق فقط اللي عندنا هو نعلقوا من قدوش ردوا الحقوق لهؤلاء الصالحين في أرضهم حينما تنتهك حرمتهم فكيف بنا أن تكون للقدرة أن نعيد الكرامة للمسلمين خارج البلاد أحوال المسلمين أحوال المسلمين في العالم أي ملايين اليهود كلهم ستعطى لهم الجنسية أبلا هاتيش تحقيق كل اليهود الذين يعتبرون أحفادا لليهود حينما طردهم النصارى فرناند وأيليزابيت 1492 عند سقوط غرناطة فصدر القرار وعلق على ذلك وزير الداخلية الإسباني قال إسبانيا تتصالح مع نفسها وتريد أن تكفر عن جرمها تجاه أحفاد اليهود سكان الأندلس سابقة بإطائهم الجنسية وكامل الحقوق وتعتذر إليهم وطبعا إن تلك الفترة شهدت أيضا طرد المسلمين المورسكيين وكانت محاكم التفتيش تقتلهم فقط لو وجدت خممسا معلقها السيد في صدره لأن الخممسا تشير فقط لمن لأركان الإسلام حتى ولو لم يكنوا صلي بل قامت بتفتيشهم إذا وجدت رجلا مختونا علمت أنه مسلم فقتلته لك طريقة تعلقت المعروفة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلا ثم طردتهم فاستقبلهم المغرب وحتى في المغرب ظل المغارب بعضهم وكثير منهم يتشككون في دينهم فلا هذه الأرض وجدوا الراحة كلها ولا تلك الأرض رحمتهم اللي غرب يعاف لا فأعطت الجنسية لأحفاد اليهود وتعتدروا له ومن بعد واسمه غادي يكون طوض وكذا وزاز وغدكو قرارات وأصحاب الأرض الذين مكثوا ثمانمائة عام في الأندلس وبنوها وأسسوا في حضارة رائدة في قرطبة وإشبيليا التي كانت محظنا علميا يأمه الأوروبيون من كل صوب ليتعلموا العلوم التي تفتقت بها عبقرية المسلمين هناك إذن فهذا كيل بمكيالين إذا كانت إسبانيا كما قال الوزير تريد أن تتصالح مع ماضيها فعليها إذن أن تعطي الجنسية والحقوق لكل من تردتهم لماذا تميز فتعطي لليهود المترودين كل هذه المزايا ولماذا تحرم المسلمين أصحاب الأرض من هذا الحق لماذا إنه الكيلو بمكيالين هي مع لهاش هي سبني والدارت اللي بغات المسلمين الآن لمذلولين لماذا لا يطالب المسلمون هم مليار وستمائة مليون لماذا لا يطالبون دبلوماسيا عبر صفاراتهم وثقافيا عبر مفكريهم وإعلامهم عبر صحفيهم وقنواتهم لماذا لا يكثر الضجيش في هذا الأمر حتى يُعطى السكان جميعا نفس الحقوق هذا يسكول هذا لا يسكولش أين شعارة حقوق الإنسان أم أن حقوق الإنسان إنما تنسحب فقط على اليهود والنصارى المسلمين لا مشي بنادم مشي بنادم لا إلهة الله محمد رسول الله لا إلهة من الله محمد رسول الله فإذا لابد من هذا المطلب على الأقل أن يبقى مطلبا عند المسلمين لأن المسلمين كانوا أصحاب أرض وعاشوا فيها ماذا يبحث عن اليهود بناء وحذارة تحسن من قرون ولاش بخلهم شمن تصر عليهم جامورهم عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة لقبار ديالو هنا في المغرب واسمو ده ولله مزبلا مزبلا يستحي الإنسان أن يتحدث عن آخر الملوك الذين هجروا إلى هذه الأرض وأخلوا السبيلة من تلك الأرض وحطوا الرحالة بهذا البلد لقبار ديالو الآن حشومة حشومة أين الذين يهتمون بالتاريخ أين الذين يهتمون بحقوق المسلمين شوف اليهود في المكان شيء أرض عندهم فيها شيء برد يا الله ولا من قبر رحم تابعينها أركيولوجيا عندهم خارطة في العالم والآن يطالبوا كل بلاد في المكان أن تبقى لهم حقوقهم فاحفير المسجد المسجد ديال الصغير ديال الحاجب أعزة الصغير عنده إلى جانبه واسمه دار في ملكيات أحد اليهود مغربا ما يخونوش ما يسترقوش فظلت تلك الملكية إلى الآن فلما أرادوا أن يضيفها إلى المسجد يتصلوا بكل السلطات وكل السبل حتى يتعرفوا على صاحبها وورثته ليشتروها فرفضوا أن يبيعوها فبنوا المسجد وتركوا تلك الدار الخريبة كما هي أمام المسجد ما يبيعش يا سيدي ما يبيعش ما تنسى للجامعة ما تنسى للجامعة شو هست احنا يعدنا في القدس ويعدنا في المسجد الأقصى حارة المغاربة اللي تكلمت عليها أخذوها باب المغاربة أخذوها هودوا كل شيء وأخذوا كل شيء ليسهم أسوتنا ليسهم أسوتنا نحن نظل أوفيال ديننا وأسوتنا رسولنا وستظل أملاك الغير لهم لا تمتد أي دين لملك أي أحد حرام في ديننا حرام ولجينا نعطيه شي حق لشي واحد هنا يا نعطيه لكل شيء اللي يجي هنا يا فرنسا ويسبنيولي كل شيء يتمتعه في بلادنا ويعيشه في بلادنا ويحصله حتى على الاستثمارات الكبيرة وعلى الحرية ويحصله حتى على البلايس حتى على المناصب الكبيرة ولا درنا شيء عيب شيء واحد إحنا ما لا نتحرج بأن نطلبه من نسمح كيف ما كان كيف ما كان ولكن إحنا يا ما يقدرنا حتى واحد إحنا يا ضربونا بالكيماوي صبنيولي فانتشر السرطان فينا في الجهة الشمالية والشرقية حتى لم تعد مستشفيات لا ديالوجدة ولا ديالحسيمة ولا ديالحسيمة ولا ديالحسيمة ولا ديالحسيمة لم تعد تكفي لهؤلاء الوافدين بالعشرات والمئات باش يديروا الشيميو ومنين قالوا بايلا السبب صبنيولي قالوا السبب من جولة الأسباب أن القصص الكيماوي في الريف في جبال الريف كان له هذا الأثر البليغ على البيئة والماء والطعام والكلأ إذن كان عندها سبب هم أعترفين فهل اعتذروا منا هل عوضوا لنا هل قدرون ولكن لا يقدر كأحد إن لم تقدر نفسك إن كان المسلمون هم الذين يقتلون المسلمين في مصر وينقربون على الشعب ويجعلون المسلم إرهابي وفي سوريا يرون قتل المسلمين بالملايين يطردون وفي العراق يقتلون في الأنبار إذا كان المسلمون هم من يفعلوا ذلك فلا نطلب من أحد أن ينصفنا إذ لم ننصف أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله إن الله بصير بالعباد وصل الله على سيد العباد وعلى آله وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين